تحركات غربية مبكرة مع موعد اقتراب تصويت مجلس الأمن الدولي على تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى التحركات جاءت للبحث عن بدائل في حال عرقلت روسيا لهذه الآليات التي تنتهي في العاشر من تموز المقبل السجال الدولي بشأن المساعدات وصل إلى ذروته فواشنطن عبر مندوبتها في مجلس الأمن تبرت الملف حياة أو موطن وأمام هذين الخيارين تلمح موسكو بين حين وآخر لاستخدام الفيتو لطي صفحة قالت إنها لم تنجح مع واشنطن والأوروبيين وأمام المصير الغائب يدفع على سطح تصريحات جديدة تحمل في طياته باب المقايضة ووفق وكالة الأنباء الفرنسية فإن النرويج ألمحت إلى استعداد غربي للمشاركة في مشاريع لعادة الأعمار في سوريا لقاء موافقة روسية على تمديد آلية إصال المساعدات عبر الحدود مقابل زيادة المشاريع التنموية التي يمولها الغرب في هذا البلد إذن توقعات وتكهنات عديدة حول الخطوة التالية لانتهاء آلية توزيع المساعدات في حين يرى العدد الأكبر من أعضاء مجلس الأمن أن القرار يجب أن يمدد تلقائيا بعد تقارير أممية في الوقت التي تعرقل فيه روسيا ومن لف لفها تلك الآلية التي تخدم أكثر من أربعة ملايين مدنيين يعيشون في ظروف تكاد تصل إلى حدود الكارثة